موسيقى كل عام وأنتم بخير نأمل أن يكون العام الشديد دربا للسلام والاستقرار عاما حافلا بالإنجازات وتحقيق الطموحات فمع نهاية كل سنة تكثر التوقعات والتخمينات من السياسة إلى الفن فالمستقبل الشخصي للفرد يتهفت الناس لسماع المنجمين والمبصرين وضارب الكف والهدف يتراوح بين التسلية وكشف المستور في واقعنا العربي خلال العام المنصر توسعت الأطرابات الاجتماعية وتردت الأوضاع الاقتصادية زادت التحديات وتنام الإحباط ووقع البعض في عشوائية التفكير والتخطيط وهكذا أضحت الحاجة ملحة إلى وضع رؤية لمستقبل الفرد وتنظيم الأولويات لديه فهل يعتبر اللجوء إلى التنجيم ظاهرة صحية في المجتمعات الحديثة؟ كيف نواجه مستقبلنا وكيف نخطط له؟ ما هي المبادئ التي ينبغي اعتمادها في وضع الخطط وتحقيق المشاريع؟ وعلى أي أساس نحدد الطموحات ونقيم الإنجازات لنقاش معنا المعالجة النفسية والأستاذة الجامعية الدكتورة تيريز وارد ومعنا من تونس أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية عبدالستار السحباني إذن نرحب بكم مشاهدينا في حوار الساعة ونرحب بضيفينا ونبدأ مع ضيفتنا في الستوديو أهلا وسهلا فيك كل عام وانت بخير؟ وانت بخير طبعا ظاهرة متفشية في المجتمعات العربية وغير العربية وهو في الساعات الأخيرة من كل عام تبدأ عملية ما يعرف بالتنجيم لقراءة مستقبل الفرد كيف يمكن أن نفسر هذه الظاهرة نفسيا؟ هلأ نفسيا وقت الواحد هاي بتدل على عدم استقرار يمكن ما قالت تفسير هيك هيدا الفكر بالفرنسي منقول السيبرستيسيون يعني الإيمان بالغيب كل شيء اسمه غيب هيدا بتدل على عدم استقرار بالواقع يعني لما يكون الواحد مستقر بالواقع ما بيلجأ لهو الأخبار هول بيخبوا ألأ هول الأشياء بتخبي ألأ بتخبي حالة من عدم الاستقرار وعدم إذا بدك عدم الوسوق بالمطرحي اللي نحن عايشين فيه أليه يعتبر نوع من الترفيه النفسي؟ لا أكيد مش ترفيه ليس ترفيه؟ لا هذا بيعطي أمل بيعطيه أمل للشخص بيعطيه صورة عن مستقبل ممكن تكون إيجابية بتخليه صدق أشياء مش موجودة بالواقع أكيد بقى هلأ نحن باللبنان أكيد هذا كل شيء موجود عننا عدم الاستقرار موجود عننا عدم السأل بس موجودة عالميا هذه الغائرة بس مش أدهون ليس بالمستوى الموجود في العالم العربي مش أدهون حتى عالميا لما نقول أنه سياسيين الأمريكان والأوروبية أوقات بيلجأوا لعلم الفلك وهذه الأشياء اللي يشوفوا الخطوات والقرارات اللي بدون يخدوها كمان هاي بدل على عدم استقرار بس بركي هونيك شخصي مش كولكتيف ظاهرة عمان نعم يكون الشخص هو مش مستقر نفسيا وبالتالي يلجأ إلى مسيحة الحلال ما عنده ساقة بركي بالقرارات اللي بدون يخدها ما عنده ساقة بركي بالجروب يلي حوالي منيس يلي عم يشتغل معهم ممكن يلجأ للتنجيم وعلم الفلك وهو الأخبار حتى يساعدوا أن يخد قرارات طيب ماذا يقول العلم الاجتماع بهذا الموضوع أتحول إليك دكتور عبدالستار السحبين حضرتك متخصص بعلم الاجتماع هل الظاهرة في العالم العربي تعتبر مختلفة متميزة عما هي عليه في بقية أقطار العالم لجهة اللجوء إلى ظاهرة التنجيم أو المحاولة معرفة المستقبل بطريقة غير علمية غير قائمة على دراسات محددة شكرا وأود أن أتمنى للجميع سنة طيبة وسنة جديدة وكما تفضلتم وذكرتم أن في مثل هذه الفترات تكثر عمليات أو الالتجاء إلى التنجيم لا أعتقد أن المسألة مرتبطة بالوطن العربي وبالعالم الثالث بل هي ظاهرة كونية هناك انتقال مهم جدا في المسألة في وقت من الأوقات تم تصنيف كل ما هو غيبي في إطار المجتمعات التقليدية وكل ما هو تقليدي في علاقة بين الحداثة والتقليد لكن الآن تم تحول ثاني مهم جدا وهو أن في عصر العالمة كيف أن وسائل الأعلام استطاعت أن تحول هذا الموضوع إلى موضوع هام يمكن أن يثير الرأي العام ويمكن أن يشكل الرأي العام ويمكن أن يكون مصدر من مصادر الهامة لتمويل أيضا للشبكات الإعلامية هذه مسألة مهمة يعني أن الانتقال مهم مع العالمة باعتبار أن المسألة أصبحت لها أبعاد جديدة أصبحت لها أبعاد كونية ويكفي أن نشير هنا إلى ما يقال في هذه الفترة في هذه الفترة بالذات حول العجوز البلغارية وما قالته حول العالم ونهاية العالم والرؤساء إلى غير ذلك هذه مسألة مسألة هامة جدا وكما قالت الأستاذ الدكتورة أيضا أن هذا يمكن أن يعطي أمل أيضا هنا نحن في مسألة ثانية في أزمة العقلنة كنا نعتقد في الأوقات أن العقلنية يمكن أن تفتحها لنا أو يمكن أن توفر لنا أجوبة عملية على عديد من الإشكالات اليومية نكتشف أن العقلنة أو العقلنية بمفهومها الحديث غير قادرة أو لا تمكن من ذلك وأن العقلنة هي عقلنات معنا 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 أنها راسيوناليتي دي راسيوناليتي دونك ومن جملة هذه العقلنات تدخل مسألة التنجيم ومسألة الغيب ومسألة إلى غير ذلك هذه مسألة ثانية وهي مسألة مهمة جدا المسألة الثالثة وهو أن التنجيم لم يعد مسألة لها علاقة بأفراد أو بتنبؤات أو بقراءة فنجان أصبحنا في شبكات أصبح أمام صناعة التنجيم وحين نتحدث عن صناعة التنجيم فالتنجيم وهذه المسألة يوميا نستمع إليها في كل القنوات التلفزية تقريبا كل القنوات الإذاعية تقريبا في عديد وكل الصحف تقريبا أصبحت من المعطيات الأساسية والرئيسية وبالتالي يطرح كأنه علم تحت عنوان باراسيكولوجيا التي تقدم للمشاهد وأنا أتفق مع الأستاذ الدكتور حين قالت هذا يفتح الأمل يعني يعني ينتهي هو في حاجة نفسية بحسب ما أفهم من حديثك دكتور يوميا ومؤلم ومؤلم جدا لكن هذه التنبؤات يعني عادة لو نقرأها ولو نتابعها ويعني نشوف السيميولوجية الخطاب المقدم فهي تعطي الكثير والكثير من الأمل والفرد لا أقول الموت إذا سمحت لي دكتور إذا كنت أسمعني طبعا سنفصل أكثر في هذه الجزئية خاصة فيما يتعلق بالإشباع النفسي وهو القلق والخوف من المستقبل والبعض يقول أنه بالأساس هذا الخوف من المستقبل هو مرتبط أيضا بلوعة ربما عاشها الفرد في الماضي وبالتالي هو خوفا من الماضي يحاول أن يفهم أو يطمئن إلى المستقبل تقديرك السنة الماضية إلى أي حد كان مستوى القلق النفسي موجود خاصة في المجتمعات المضطربة التي تعاني حزات اجتماعية وخضات أيضا اقتصادية كالحالة اللبنانية أو غيره في عموم العالم العربي تؤثر على الفرد فتدفعه دفعا نحو مزيد من محاولة الإشباع النفسي عبر الجلوس أو الركون إلى مثل هذه القضايا وهو الجلوس طبعا إلى المنجم أو المبصر والاستماع إليه المبصر يعني لما يعدوا ثلاثة ستة شابوا فنجين قوي ويبصروا بالفنجين هذا مش فنجين نعم هذا ممكن يفوت بخانة الشؤلطة الترفية بيتسلوا بيبصروا بالفنجين بس كما يكون عندهم قلق على أشياء معينة بدهم يعرفوا شو بده يصير بالمستقبل يعني اللي بيشتغل ومعبي وقته كل نهار وواسق من حاله واجريه على الأرض مثل ما منقول بالبلدة هيدا ما بيلجأ لهيك خبار هلا أنت عم تسألني عن مجتمعنا مجتمعنا مجتمع فاسد بأي مفهوم فاسد بكل المفهوم بالمفهوم الخلقي الأخلاقي أول شيء مجتمعنا صار مجتمع كذب مجتمع ما فيه قانون ما فيه دولة ما فيه ثقة ما فيه ثقة بالمستقبل ما فيه ثقة بالحاضر يعني وقتل أنا بدي أسمع ما بدي سمي يعني مبطئون أنا كلهم هون وقتل بدي أعود واسمع يلي سموها البومي على التواصل على شبكات التواصل الاجتماعي دون تجريح شخصي نعم تفضل أكيد بس العالم كلها سمتها بومي والعالم كلها شفتها مش معنيتها أنه أنا عندي أنا بمضية صدمة أو عندي شي عشته بمضية معنيتها أنا مش واسقة بالواقع يلي أنا عايشة فيه بالبلد بالبيئة يلي أنا عايشة فيه يعني لما يكون عندنا صدمات بمدينة بتترجم غير شي ما بتترجم بهاي الأشياء عرفت كيف بتترجم بغير قصص بتترجم بركي بإطرابات نفسية بركي بإطرابات صحية بنرجع منعيشها مرتين منعريض حالنا لصدمات جديدة بتعيد الماضي بس هيدا الشي اللي عم نحكي نحنا في اليوم ما ننتج عن صدمات عشناها فرديا بالماضي هيدا ننتج عن بيئة مزيفة فاسدة وصخة إذا بدك هي اللي بتخلينا ما بقى نوصق بالمطرح يلي نحنا عايشين فيه ما بقى نوصق بمستقبلنا بنقوم نصير نتسمع على هيدور الأشخاص لحتى مثل ما قلت أنا بالأول صير عنا شوي يتأمل نتأمل بأنه بركي يلي جاي أحلى من يلي راح فهي مش مربوطة بالسنة اللي قبل مربوطة بالسنين اللي قبل مش بالسنة اللي قطعت عبارة عن ترقومات مش ترقومات خبرة بشعة خبرة بشعة خبرة يعني تجارب سيئة خبرات بشعة نعيشها بحياتنا اليومية عم بتخلينا نسمع على هيدول الناس بعدين هيده تجارة مش ترفيه انه ترفيه لما بتحط شي بيثلي تقصيدين تجارة بنسبة لمن يقومون بمثل هذا العمل تجارة لأنا ترفيه بالأول سألتني أنا أخطى على المستوى الشخصي بزبط أنا قصد أنه من يستمع إلى هؤلاء من ينجأ إلى هؤلاء هو يقوم على سبيل الترفيه بغض النظر عن البعد المادي وقت بدون يقيدون ويعملوا لستات ويظلوا شهرين ثلاثة يقرون وبعدين كل ما قطع الشهر يقروا يشوفوا الشهر اللي جاي شو بدوا يجي يعني تحولت إلى صناعة أيضا للاستغلال صناعة أيضا للاستغلال تقصيدين ما بعرف إذا هل قد بس مينموم في التلفزيونات عم تستغل مينموم طيب كيف قيم الشارع العربي السنة الفائتة هل كانت سنة مقاسي وحروب والطرابات أم أنها كانت بالنسبة لهم سنة مليئة بالإنجازات والتوفيق نشاهد معنا تنزك رمضان عاد مثل مبقوله 2018 زفت يعني على كل المستويات عن جد والصحة لباس وأولادي لباس وبيتي وبلد وتونس الحمد لله لباس كانت العالم تتمنى أنه السنة الماضية تكون سنة خير طبعا بعد الانتخابات اللي صارت كانت الموقع أنه إن شاء الله تفرج بس كان في صعوبات كتير عند العالم وجهتها نتمنى هالسنة الجديدة تكون أحسن الحمد لله كانت سنة يعني مع أولى عدت على خير الحمد لله وأتمنى أن السنة اللي قاية تكون أحسن إن شاء الله ما عندي أمل بشي يعني أنا بشتغل الحمد لله أنا وجوزوا هيك بس مش متل السنين اللي قبل بتحسي أنه الأوضاع تغيرت والدنيا تغيرت والبحبوحة اللي الواحد كان فيها ما عادت موجودة عام ومشي كان صعب شوي ظروف اقتصادية كانت يعني بالعالم العربية صعبة خصوصا أنا بالأردن كانت شوي صعبة كمان بس بالعالم كلها صعبة بس الحمد لله رب العالمين زيه زي كل سنة عم بقطع يعني عم بروح نعود إليك دكتور عبدالستر في تونس طبعا عينة عشوائية قد ليست ضرورة أن تعكس مؤشرات علمية لكنها تضع محددات تعطي انطباعات أقرب إلى العلمية فيما يتعلق بتقييم الشارع العربي لأسنة الفائتة تقديرك إلى أي حد هذا مطابق للواقع سواء على الصعيد التصريح من قبل الفرد نفسه بمعنى يعقس حقيقة ما يشعر به وما يعاني منه أم أنها نوع من المجاملات يقدمها الإنسان أحيانا كأغطية يضعها في مثل هذه المناسبات بجامل مين قد يقول مجامل الكاميرا نسمع الدكتور مهم جدا أن نستمع إلى نبض الشارع والشارع يعبر عن مواقف في الغالب هي مواقف انتباعية والجالب الانتباعي في مثل هذه المناسبات عادة ما يكون إيجابيا أو ينتظر ما هو إيجابي أو يطمح إلى ما هو إيجابي سيدي الكريم السنوات الأخيرة خلينا نقول أن ما حدث أو ما يحدث في الوطن العربي يعني مؤلم ومؤلم جدا بالرغم من الربيع العربي يعني حتى الربيع العربية حتى الثوارات العربية يعني لو نقيمها الآن فإن الوضع حتى في تونس اليوم الوضع الاقتصادي الوضع الاجتماعي الوضع الأمني الوضع الصحي الوضع التربوي يعني الأوضاع متردية جدا يعني جملة هذه الأوضاع المتردية يمكن أن تخلق نوع من الهستيريا الجماعية أو الخوف الجماعي من المستقبل ولهذه الأسباب هناك عودة وعودة قوية لا فقط إلى التنجيم المسألة لا تطبط بالتنجيم فقط بل إلى كل ما هو غيبي يعني نعطي مثال آخر العودة سوى في تونس أو في عديد من الأخطار الأخرى إلى التطبب يعني لا فقط نذهب إلى المستشفيات بل نذهب أو نسعى إلى المتطببين أيضا لأنهم يقدمون وربما يمكن أن يقدمون بصيص من الأمل يعني حتى ولو أننا نعتقد في ذاتنا أن هذا الذي نقوله أو هذا الذي نستمع إليه في نهاية الأمر هو وهم ولكننا في حاجة إلى هذا الوهم لا لشيء لألا أن هذه أوضاع الاجتماعية التي نعيشها هي أوضاع متردية ومخيفة يكفي النظر أو الاستماع إلى نشارة الأخبار يعني تقريبا 90 أو 95% من النشارة الأخبارية اليومية هي محزنة يعني حروب زلازل انفجارات والمسلسلات يعني كل هذا الواقع يجعل من المواطن في وضع نفسي متهري وضع نفسي الضعيف وهذا التنجيم أولا لأنه يعطي الأمل وثانيا لأن هذا التنجيم كما قال تمكن الدكتور هو أصبح صناعة أصبح صناعة له وسائل وهو آليات ويقدم بشكل يومي في طبقات متنوعة مختلفة ويمكن أن يوفر العديد من الأجوبة ولو أن الأجوبة هذه تدخل في إطار الوهم لكن أيضا نحن في حاجة إلى الأوام الحياة اليومية ليست فقط عقلنا بل أيضا جانب في عقلاني قد يفسره البعض دكتور وهنا أتوجه إليك بالكلام دكتور وارد وهو أن نوع من التكيف محاولة للتكيف الاجتماعي والنفسي لدى الفرد في مواجهة التحديات في الحياة وإن كان الأمر غير معقلا لديه لكنه يلجأ إليه ليخلق نوع من التكيف للقدرة على مواجهة الصعوبات والتحديات تقديرك هل يعتبر هذا التفسير مقبول على صعيد الفرد للشخص الذي يجد أنه عقليا لا يقبل مثل هذا الفعل لكنه مضطر إليه لأنه بحاجة إليه لإشباع نفسي لا ما بفتكر مثل ما أنت عم تقول يعني اللي ما بيقبله عقليا ما رح يجي يفتح لك كتاب الأبراج مثلا كل يوم ليحدد نهاره نعم لما ما نقبل الشغلة عقليا ما بعرف شو بيقصد الدكتور بعقلني نحن العقلني بالتحليل النفسي عنا إلى غير معنى هو يقصد منطقيا يعني مقبول عقليا مقبول منطقيا أما ما نقبل منطقيا الشغلة ما من أعملها يعني اللي عم بتقوله خطير يعني لما أنا أرفض الشغلة منطقيا وأعملها يعني أنا حالتي صارت بالوال عرفت كيف؟ يعني لما أكون قبلتها وأعملها أهيا بكتير ما أكون رفضتها وأعملها عرفت؟ وبالتالي اللجوء هو بيكون من باب الاعتقاد بصحة ما يقوله المناجر أو المبسط مع لشي لبنان كله قاعد على التلفزيونات مبارع لحتى يسمع برجع بقول ما بدي يسميهم هيدولي أبطال الكذب والطفنيس بلبنان عم نحكي بلبنان الآن الدكتور تونس تونس غير لبنان تونس عندهم دولة عندهم نظام هو لكن يتحدث عن ظاهرة من باب التخصص في علم الاجتماع ظاهرة في العالم العربي هو الدكتور طبعا أنه هي موجودة ليست فقط في لبنان موجودة في عديد من الدول العربية بل في بعض الدول العربية ربما تكون الحالة أكثر من لبنان ما بعرف أنا مني عالمة اجتماع نعم ومش عاملة دراسات يعني ما فينا نحكي بدون دراسات طيب إلى أي حد يؤثر هذا على تخطيط الفرد لمستقبله بشكل منطقي تقديري ما في منطق باللي عم نحكي ما في منطق لما نحكي تنجيم يعني التغى المنطق لما نحكي أبراج يعني لغاية المنطق أنا لما بدي خطيط لمستقبل بدي خطيط بدون تنجيم وبدون أبراج بدي خطيط بالمنطق منطق يعني عم استعمل دماغي تنجيم وأبراج ما بعرف شو يعني تنجيم شو يعني تنجيم هو محاولة معرفة هاي دولة اللي عم بفرجونا هي قراءة المستقبل هو قراءة المستقبل هو نوع مستجيم بعضهم يقول يعتمد على الفلك بعضهم يعتمد على الحاسة السادسة ما تسمى السادسة التي قادرة على الاستشعار بعضهم يسميه نوع من التخاطر أي بمعنى معرفة ما يفكر به الآخرون. كله تنجيم. كله يدخل في تنجيم. من باب محاولة معرفة قراءة المستقبل. قراءة المستقبل دون أساليب علمية معتمدة متفقة عليها. هذا كله يضع في إطار التنجيم. وبالتالي أنت تجدين حضرتك أنه هو غير من يلجأ إلى مثل هذه الأعمال أو من تكون فيه هذه الحالات أو المعتقدات هو بالضرورة عاجز أن يخطط بشكل صحيح لمستقبله. هذا ما هو مقفى. أنا ما قلت هيك. هو بالضرورة إنسان قلق. إنسان أرض تحته عم بتهز. إنسان ما باع عنده ثقة بالواقع وبالعقلنة وبالمنطي لحتى واحد يروح على هيدول الأشياء. ما قلت أنا أنه ما عنده قدرة على بتخطيط. يمكن عنده قدرة على بتخطيط. بس يمكن عم بيفشل بتخطيطاته. أنا جاية من المدرسة التحليلية. نحن من آمين باللواعي ومش بالواعي. يعني الشخص لما يخطيط إذا اللواعي تابعه مضيف بالمعنى النفسي. يعني ما في تراكمات صدمات مثل ما قلت حضرتك من شوي وإكساتر. مفروض ينجح باللي عم بيخطط له. لما نفشل بياللي عم نخطط له. أكيد لما الظروف الخارجية تكون مؤاتية. لما نفشل معناتها نحن ورثانين فشل من محال. عرفت كيف؟ يعني أنا لما بيجي من جد فاشل والستة كانت فاشلة وكانوا فوضويين. ورجعوا جايبوا أمه وباي. يعني نحن جايين من عائلتان. ما هيك؟ عائلة الأم وعائلة الباي. وبالتالي كلاهما توارف نفس المبادئ والأفقال. لا مش نفس. كل واحد شيء. يعني أنا باي جاي من عائلة وأمي جاي من عائلة تانية. باي جاي باللواعي طبعه معه. يلي هو نتيجة تراكمات بالفرنسي من قول ترانجينراسيونال يعني عبر الأجيال. نعم. ورتين أشي عبر الأجيال. وامي جاي من عائلة تانية كمان ورتين أشي عبر الأجيال. بيجوا بيلتقوا وبيكبوهم بهاي العائلة الصغيرة يلي هي نحن. أوكي؟ سو كل واحد منه ورتين أشي. عرفت كيف؟ يعني أنا هلأ بالحادر طبعي ممكن عاني من مشكلة نعم. كان باي يعني منها هي زيتا. وأنا بالواقع عم بمرق بهيدا الشيء. تقصدين على الصعيد النفسي أكيد. ليس فقط طبيا. ما النفس؟ نو نو. عم بحكي. نفسي بيترجم بسلوكنا. بيتعاطينا مع الآخرين. بيمهننا. بالكريير طبعنا. بيتعاطينا مع الناس. بيبركي بالعلاقات العاطفية طبعنا. مش عم بحكي بس بيولوجيك. أنا لما أقول ورثة بالتحليل نفسي لما نقول ورثة. الورثة هي بيولوجيكل. أورغانيك. يعني ما بعرف شو بالعربي. عضوية. عضوية. والورثة كمانا نفسية. يعني نحنا منورة سلوك. منورة تماهيات. يعني نحنا منتماها مع أهلنا. ما الولاد كيف بيربع؟ كيف بيربع الولاد؟ كيف تربع شخصيته؟ بيربع بالتماهي مع أهله. تماهي يعني تقليد بس باللاواعي. مش تقليد واعي. تقليد لاواعي لبيه. ولأمه. هيك منيخد شخصيتنا. عشان هيك فيه أشخاص تلاقيهم بيحكوا مثل أمه. بيمشي مثلا مثل بيه. بيتحك مثل أمه. بيعصي مثل بيه. هيك كلها بالتماهيات اللاواعية. هيك بتتألف شخصية الولاد. وبالتالي يصبح الأمر فيما يتعلق بوضع خطط وآليات لمستقبل الفرد. ربما البعض يقول أنه يحتاج إلى أكثر جسارة في أن يحقق ذلك. لأن نتيجة البيئة التي يعيشها ربما لا يقوم بهذا الفعل. بعد الفاصل مشاهدنا سنناقش فيما يتعلق. كيف يمكن أن نضع الخطط بطريقة صحيحة لمستقبلنا. وكيف نحدد هذه الأولويات. وكيف نقيم الإنجازات لنرى ما يتكون بالفعل نسير على طريق صحيحة أم لا. بعد الفاصل مشاهدنا أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. موسيقى 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 ما هي أمنيات وتطلعات المواطن العربي للعام الجديد؟ سؤال طرحته كاميرا الميدين على بعض من صدفتهم في الشارع. وكانت إجاباتهم على الشكل التالي. موسيقى نطمح للشيء الأفضل ولكن الأمنيات يعني نصعب تحقيقها بس مو متصعب على العراقيين ولا على العرب إن شاء الله. المشاريع الصحة سعى أول حاجة وهذا كهو ما عندي حد شيء شاء الله أولادي شدوث نيته أكهو. أهم شيء يطلعون لنا حكومة يعني العالم زائد. أسبت أليلي أنا من الناس اللي مكين بدون يسافروا بالصراحة أسبت أليلي هلا أفكر صراحة بالهجرة لأنه ما في أمل. ما عندي مخططات مهم أنا أظل صحتي مليحة بجعل العالم كلها تكون مبسوطة ومرتاحة للكبار وللزغار. أنه يحل السلام كمان يعني هاي مسألة كتير مهمة بالمنطقة العربية إحنا محتاجين نشوفها. طبعا دكتور عبدالستار كان السؤال المطروح ما هي المشاريع التي تخططون لها للسنة القادمة. وكانت الإجابات على الشكل التالي تقديرك. يعني البعض يقول أنه هذه أمنيات وليست مشاريع منطقية. البعض ربطها بموضوع أكبر من مستقبله الشخصي. ربطها بمجموعة من متغيرات إقليمية ودولية على صعيد السلام وإلى ما هناك. من ناحية اجتماعية هذا هل يعكس خللا في مفهوم الفرق أو في الفرقات بين المشروع والتخطيط والأمنيات؟. يعني الإشكال الهام أعتقد أنه نحن لا نتحكم في حاضرنا. ومن لا يتوفر على إمكانية التحكم في إدارة حاضره لا يستطيع بنا وضع استراتيجيات للمستقبل. ولذلك وفي مثل هذه الحالات نحن نلجأ إلى الأمنيات وإلى التنجيم. يعني هذا الضعف الكبير في إدارة اليوم الآن. لأن هناك العديد من المتغيرات التي لن نتحكم فيها. يعني ماذا يحدث في محيطنا في علاقة بالفرد؟. بالمؤسسات الاجتماعية، بمؤسسات الدولة، وبالمحيط الدولي. يعني كل هذا الوضع الذي نعيشه هو وضع خارج عن إطار سيطرتنا. وحين تصبح الأسياء خارج عن مجال السيطرة. نلتجأ إلى التنجيم. ونلتجأ إلى كل ما له علاقة بالمستقبل والأوهام. لأنها على الأقل، كما قلت في السابق، يمكن أن توفر بعض الأجوبة. وهذه الأجوبة في العادة ما تكون مريحة. إذا كنا، يعني بالضبط، يعني مسألة علاقة المريض بالطبيب. يعني إذا كان الطبيب قادر على القيام بتشخيص جيد وعلمي كامل ومتكامل حول الوضع الصحي للمريض. يمكن أن يقدم له أجوبة. والمريض يعلم ماذا سيحدث غدا أو بعد غد. وكيف سيكون تعامله مع الدواء. وكيف سيكون تعامله مع الغداء. وكيف سيكون تعامله مع المستقبل. إذا كان التشخيص محدود أو تشخيص عمومي جدا. فأن ذلك سيجعل يدفع المريض إلى الالتجاء إلى الطب الموازي. والالتجاء إلى التطبب إلى غير ذلك. نحن الآن في وضع من يلتجأ إلى التطبب أو يلتجأ إلى الطب الموازي. لأننا لا نتحكم في حاضرنا. لأن كل الوسائل التي تتوفر لدينا الآن لا تمكننا من فهم الواقع. وعليه لا يمكننا من النظر إلى المستقبل. ماذا يعني بالتنبأ؟ التنبأ ليس أشياء كنغبض أعيننا ونقول نتمنى أن يكون الأشياء. التنبأ هو أن إذا كانت الأشياء منطقيا. هذه المعطيات المتوفرة لدينا الآن. كيف ستتطور ونعرف قوانينها وإليات تطورها. نحن لا نتحكم في المعطيات التي متوفرة لدينا. ولا نعلم أيضا في إليات تطورها. ولا نعلم في الغالب ما هي المحددات أو المؤثيرات الخارجية التي يمكن أن تدخلها. وفي مثل هذه الحالات عادي جدا وطبيعي جدا أن نلتجأ إلى التطبب. لا فقط في نهاية السنة. بل تقريبا بشكل يومي على مدار السنة. والمسألة مهمة في طرحها الآن. لماذا نلتجأ إلى ما هو موازي على مدار السنة؟ حين أقول على مدار السنة في سلوكنا اليومي. في علاقاتنا بأنفسنا. في علاقاتنا بمحيطنا القريب. يعني أسرنا. في علاقاتنا بمحيطنا الأوسع. يعني المحيط المهني. في علاقاتنا بمؤسسات الدولة. في علاقاتنا. يعني كل هذه الأشياء تجعلنا في وضع مضطرب جدا. وهذا الاضطراب النفسي يتحول إلى اضطراب اجتماعي. وهذا الاضطراب الاجتماعي يفتح الباب واسعا أمام الانخيرات في كل أشكال. لنرى يا دكتور عبدالستار. لنرى ما إذا كان التفسير الذي طرحته حضرتك. هو تفسير متكامل أو كامل. بحسب ما تراها الدكتورة تيريز وارد. من ناحية نفسية. طبعا هو يحلل من زاوية اجتماعية. من ناحية نفسية. هل يطابق نفس التحليل في كراءة. وتحليل لهذه الصورة التي كنا نحكي عنها. اختصر لي بليس شؤال دكتور عبدالستار. دكتور عبدالستار طبعا نحن كنا طارحين تساؤل. هناك خطط. سؤال يطرح حول خطط الفرد ومشاريعه للسنة القادمة. أغلب الأجوبة كانت وكأنه لا يعرف أو لا يفرق ما بين الخطة والمشروع والمستقبل. أحيانا يتحدث وكأنه أمة. يعني يتحدث عن السلام. أنه من مشاريعه أن يعم السلام في العالم. فنحن نسأل من ناحية نفسية. هل هذا يعني بمعنى هناك فهم قاصر لأبعاد ودلالات موضوع أو كلمة التخطيط لدى الفرض المواطن البسيط العربي؟ لا ما بفتكير هل هيك. أنا حسيت أنه كل حدا جيواب أنت لقوا من واجعه. أنت لقوا من واجعه. يعني اللي قال بدنا حكومة. هذا إنسان موجوع من وراء الفوضى اللي عم تصير عنا بالبلد. كله بناني طبعا. اللي قال بدي الصحة هيدا أكيد المدام اللي قالت بتمنى الصحة أكيد حدا عنده حدا مريض أو هي مريضة إن شاء الله لأه أو عنده حدا مريض بالعائلة. جاي بتصيرت أولادة كمان. قالت الصحة إلي ولولا أولادة. حكيت هيك. اللي قال السفر بركي هذا الإنسان الوحيد المرتاح. اللي قال حبيب سافر. سافر عم بيحكي كان بمعنى سياحة. لا بمعنى هجرة. هجرة هيدا إنسان موجوع من البلد. أوكي وإذا عم بيعني فيها. لا في حدا سياحة. هنا اتنين. في حدا سياحة. هذا الإنسان الوحيد بركي اللي مرتاح. عم بفكر يروح يتسلى. ويتعرف على بلاد جديدة. بركي حضرات جديدة. وكل هش. اللي قال الختيار. اللي قال أنا ما عندي خطط. أنه عمره تسعين سنة بركي. أنه هيدا أكيد إنسان بطل عنده خطط. هيدا همه صحته تكون منيحة. ويقلع نهار بنهار. يعني فيفره جور لجور. يوم بيوم. يوم بيوم. هيدا الختيار. بقى منشوف أنه كل واحد جايوا. أنت لا عن من مشاكله. وانت لا عن من واجعه. أوكي. فأنا بلاقي أنه اللي قال السفر السياحة. هو الإنسان الوحيد اللي مش موجوع. هلأ. ما يعني شو يعني وحد يخطط. أول شي شو يعني تخطط. عم نحكي هون وظائف معرفية. يعني الفونكشون. الفونكشون سيريبرال. كونيتيف. فونكشون كونيتيف. لما نحط هدف. نحط بلا. خطة. إذا ما عنا هدف. عشو بدنا نحط خطة. يعني بدي يكون عنا هدف بعيد. يعني long term objective. طويل المدى. طويل المدى. لنحقق هذا الهدف. منعمل إذا بدك خطة على short term. على المدى للأصير. أوكي. نعمل خطة على المدى للأصير. لكذا steps. كذا خطوة. أو كذا وقت. لنحقق الهدف. يعني هو البعيد الأمد. إذا نحنا مثلا عندنا هون. ما فينا نحط خطة بعيدة الأمن. بلبنان. يعني نحنا عايشين بمجتمع. كمين يوم بيوم؟ البعض يقول أنه عايشين يوم بيوم. إيه. يعني أنه أنت عايش بمجتمع. يعني ما علي شيء. إذا بدك تروح تجيب أنينة ديودوران اليوم. بتحط أربع ساعات على الطريق. روحها أربع ساعات. رجعها. فما فيك تعمل خطة. عرفت؟ صور البيئة اللي نحنا عايشين فيها ما بيفتكر يعني اللي ما بيعمل خطات. لأنه مثل ما قلت أنت شو قلت؟ أنه ما عنده قدرة أنه يعمل. أنا عم بطرح تساؤل. أنه هل هو يعني نحاول نفهم أنه هل هو يعجز عن وضع الخطة لأنه غير قادر عليها؟ أم أنه لم يتدرب؟ ما عنده الآليات المعرفية أو المهارات المتطلبة لصنع خطة؟ هلأ ممكن بس مش هالقاد. يعني الصبي اللي عمره سنتين. إذا بده يجيب البالون من تحت الطاولة بده يعمل خطة. طبعا. إذا بده يجيب لعبة عالية شوي أعلى منه بشوي بده يعمل خطة. بجيب الكرسي. بعربش على الكرسي. بمد إيدي. بجيب اللعبة اللي بده إياها. يعني هذه القدرة على التخطيط هي مكتسبة من نحنا وصغار. إذا ما فينا نقول أنه الشعب العربي ما عنده القدرة أنه يخطي. الشعب العربي ما بدي أحكي شو ما كان. ما بدي أصدر له. خليني يقول عربي أحسن ما أقول لبناني وتروح تشيلني من الحبس بعد ساعتين. نحنا شعب مدعوس. مدعوس. أوكي. بعدين. خليني يقول شغلة كتير مهمة. من اختصاصي. لابقى في بيات بالبيوت. بيات للرجال بالبنان. كلهم مغتربين. عم يشتغلوا بره. بيقى في دول عربية. بيبعتوا مصاري. لابقى في باي. والبي هو السلطة. هو اللي بحط الأنون بالبيت. دين بالبيوت. يعني أكتريت العالم صاريت تقريبا بلدين. من دق نيوجر. يعني بدون ما نصدر أحكام على حدا. وما في سلطة دولة. دولة هي اللي بتمثل السلطة على الأرض. ولا في دولة. ولا في دين. ولا في باي بالبيت. طب كيف هالولاد بدون يطلعوا متأقلمين. عرفت؟ يعني ما في إدخال بقى للأنون. نعم. ما الولاد بيبالش أول 3-4 سنين. أنت بتربي بتقوله هاي صح هاي غلط هاي دو. هاي ما تمدي إيدك. هاي بتعملها هاي ما بتعملها. بعد الأربع خمس سنين. بيصير فيه انتغراسيون للأنون. بيصير الأنون جوه. بيصير هو يرأي بحاله. مش أمه وبيه اللي عم بيرقبه. هذه نحنا ما بعنيها ببلدنا. ما بعرف بالدول الأفريقية كيف الوضع. بس نحنا ببلدنا. يعني أنا بكون سايقة مثلا. بيلاقي أنا بسوق بين زحلي وبيروت. بيلاقي أوقات الدرك مع هيدا البوكس الكبير. مع 3-4 سيارات قدامه. و3-4 سيارات وراهن عم بيزمره. وقال شو نقلين محبيس. بتر اسأل حالي يا تورا شو عاملين هوا ده المحبيس اللي بقى البوكس المسكر. أنه الزعران نحنا عنا في الثاني وحكميننا. ومين عبي نحط بالحبوس. اللي سارق سليولار واللي سارق راديو سيارة واللي سارق ما بعرف شو. إن شاء الله ما سير بالبوكس. إن شاء الله ما سير بالبوكس. بس أطلع من عندكم. لا إن شاء الله ما تعتليها. عندكم حسانة؟ لا ما تعتليها. بيضل لبنين أفضل. طبعا طرحنا تساؤل حول طبيعة الخطط ونوعيتها. سوري أنا بحب أرجع لأخي سيد ديفياسيون بروفسيونال. لن نعمل خطة بده يكون عندنا هدف. نحن اللي ناقصنا بلبنين هو الأهداف. ما فينا نحط أهداف. لأنه عايشين ببيئة مضطاربة. عارف كيف؟ الأرض تحتنا عم بتهز. كيف بكت حط هدف؟ تجعل تعمل خطة لا توصل لهذا الهدف. وقال لما لا لزوم الخطة. ما لا لزوم الخطة إذا ما فيه هدف. وهو تساؤل طرحنا نحن طبعا حول طبيعة الخطط ونوعيتها التي يعتمدها المواطن العربي في العام الجديد. طبعا التعليقات كانت على صفحة الخاصة للفيسبوك لموقع الميدين. نشاهد معا طبعا عام 2019 بيقول نرجس سيكون استكمالا لخطط مستقبلية على الصعيد المهني والتعليمي. الإنجازات الصغيرة التي نحققها على درب طموحاتنا هي من أهم الخطوات التي تدفعنا إلى الأمام. وفي الكثير من الأحيان قد تعدل مسارنا وترشدنا إلى ما نريده حقا وما هو ملائم ومناسب لنا وكل عام وأنتم بخير. طبعا هداية بتقول استثمار الوقت بشكل يسمح لي بتطوير نفسي على الصعيد المهني والتزود المعرفي. هدف أضعه في قائمة الإنجازات التي لا بد أن تتحقق في عام 2019. أؤمن أن الإنجازات الصغيرة هي بمثابة مقدمات لتحقيق الطموحات الكبيرة. وعليه إن تأخر الطموح لا بد من السعي له باستمرار عبر إنجازات تكون ذات قيمة مضافة في حياتنا. إسلام يقول الإنجازات الصغيرة دائما ما تكون بوابة للحلم الكبير. فلا يوجد سلم يتم صعوده في قفزة وحملة صغيرة مع نصر صغير. خير من حملة كبيرة مع فشل ذريع وكل عام وأنتم بخير. طبعا جينان تقول الأمنيات الكبيرة هي عبارة عن مجموعة أمنيات صغيرة. ويجب أن تكون على قدر طاقتنا واستطاعاتنا وإلا عجزنا عن تحقيقها. أتمنى في هذا العام أن أنجز كل ما لم أنجزه في الأعوام الماضية. لأنها كانت أحلام فطفاضة عن زمانها مثل السفر ومتابعة التعليم. هذه المواضيع المعيشية وغير السياسية هي أقرب إلى الناس ويحتاجون إلى التعبير عنها. أعود إليك دكتور طبعا عبدالستار. لأسأل الأمنيات الكبيرة هي عبارة عن أمنيات صغيرة. الإنجازات الصغيرة دائما ما تكون بوابة للحلم الكبير كما يقول الإسلام. إلى أي حد تقديرك هذا يعكس الرغبة الحقيقية في أن الإنسان مهما عجز عن تحقيق أحلامه. دائما يبقى الطموح على أن يحقق ولو الشيء القليل في ظل المستطاع أو في ظل ما هو متاح في ضمن واقع اجتماعي. أحيانا قد يكون معاند له غير مؤاتي لتحقيق أحلامه. المعطى الأساسي أعتقد هنا هو الحلم. ومن حظنا أننا نحلم. ومن حظنا أيضا أن أحلامنا تتجاوز إمكانياتنا. ومن حظنا أيضا أن أحلامنا أهم بكثير وبكثير وبكثير من هذا الواقع الذي نعيشه يوميا. إذن هناك تباعد بين الحلم والحلم ليس أمنية. بين الحلم وبين الواقع. بين الحلم والواقع هناك الأمنيات. يعني الحلم هو معطى كبير جدا. هو طموح. هو تطلع. وبين هذا التطلع وبين هذا التطلع. هناك الأمنيات. نتمنى الأمنيات. أعتقد أنها هي درجات يمكن أن توصل إلى الوصول إلى هذا الحلم. إلى هذا التطلع الكبير. وهذا ليست له علاقة بالأزمات. وليست له علاقة بطبيعة المجتمعات. هذا معطى إنساني. كل الأفراد في كل المجتمعات. مهما كانت درجة تقدمهم. ومهما كانت درجة رفاهيتهم. في كل وضعيات لهم أحلام. يعني الحلم بالسفر. الحلم بالثروة. الحلم بالنجاح. يعني الحلم معطى أساسي. ولولا هذا الحلم لما كانت هناك حياة. يعني أساس الحياة هو الحلم. والتنشأة الاجتماعية منذ الصغر. يعني تتأسس. وما دور الحلم في صناعة المخطط؟ مهم جدا. هنا المخطط هو الأمل. يعني بين الواقع وبين الحلم. هناك المخطط أو هناك الأمل. يعني الأمل هو معطى وجداني. والمخطط هو معطى عقلاني. يعني يمكن الجانب العقلاني. يتتدخل فيه الإمكانية الفعلية. التي يمكن أن توصلنا. ولو بخطوات إلى تحقيق هذا الحلم. الجانب الوجداني. لأننا لا نتحكم في هذا الواقع. تحيلنا إلى التنجيم. وتحيلنا إلى ما هو موازي. لذلك بين الأمل وبين التخطيط. التخطيط كمعطى علمي. والأمل كمعطى وجداني. نحن الآن أقرب إلى ما هو. وجداني لأننا كما قلت لا نتحكم في واقعنا. ولا ليست لنا السلطة. ولا ليست لنا القدرة على إدارة هذا الواقع. يعني لا نزال في الوجداني. لا نزال في الانفعال. ولا نزال في. ويبقى طبعا الحلم أمل يمكن تحقيقه. على الأقل طالما الإنسان في عرق ينبض. كما يقول المثل. دكتورة وضع الأولويات للإنسان. تقديرك يعني ما النصيحة التي يمكن أن تقدم لأي إنسان عنده حلم. كيف يرتب أولوياته. لكن اللي قاله الدكتور عبدالستار. نعم عبدالستار. الحلم هنا إجابي معنى الهدف. الهدف. الهدف البعيد المدى يعني. ما بعرف شو الفرق بين وجدين. ليس بالمعنى النفسي أكيد يعني. طبعا هو يقصد. هنا نحن نحكي أحلام الياقظة. نحن نحكي عن الأحلام نحن نايمين. طبعا واضح. أحلامنا نحن نايمين إلى غير تفسير. طبعا طبعا. بس هو يقصد أحلامي. حلم أنه أنا بحلم مثلا سير رئيس جمهورية. رفض. هذا هو الهدف اللي حكيت عنه أنا من شوية. الأمل اللي قال عنه الدكتور عبدالستار. الأمل هو الخطة. أنا لما بدي أحلم سير رئيس جمهورية. مفروض أعمل. عندي أشياء لازم أعملها. لحتى بركة أوصل. أكيد مش بلبنان. أول شي بدي أتحذب. لو أنا بأمالك أو. طبعا أنا بتحكي بلبنان. أو بفرنسا. لا أكيد مش بلبنان. المفروض يكون بي رئيس جمهورية بلبنان. لحتى أنا أعمل رئيس جمهورية. بس لو أنا بأوروبا. يعني إذا كانت الأمنية السياسية. لابد أن يكون واحد عضو في حزب يعني. برا إيه؟ برا مين بيوصل غير الأحزاب؟ أنه كان بأمريكا أو بأوروبا. بيتحذبوا. طيب لو كان غير الحلم. بيتعلموا أكيد. لو كانت الأمنية غير سياسية. أو الحلم غير سياسي. كمان بدي أعمل خطة لحتى أصل له. أوكي. خلينا نقول أنه أنا عم بحلم. سير شو بعرفني مديرة بانك. نعم. أوكي. أقل شي بدي أكون معي شهيدة بالبزنس. مضبوط. وبدأ بموظفة صغيرة. وبعدين نتفي نتفي. إذا لم ترأت. ترأى. لا سير مديرة بانك. مضبوط أو لا. معنى الحلم هنا هو الحلم اليقظة. يعني هو الهدف الذي أحدث عنه منه شوالي. أوكي. الأمنية التي تحدث عنها دكتور عبد الساتر. الأمنية هي الخطة التي نضعها. لحتى نستطيع أن نحقق حلمنا. الذي هو هدفنا. أفتكر أنا هكذا فهمت. لا بعث إذا فهمت ساعة أو فهمت. طبعا هو يقصد من ناحية اجتماعية. الحلم هو الهدف أو الرؤية التي يرغب الإنسان في تحقيقها. هناك شغلة كثير مهمة بدي أولى. وفضلي. وهي بفتكر جديدة على الناس. أنه أنا الخطة اللي بدي أحطها. وقدرتي أو إمكانياتي. لقدر نفذ هذه الخطة أو ما نفذها. لأوصل لهدفي أو ما أوصل لهدفي. هذه العلاقة بالورثة النفسية. عرفت؟ يعني أنا مفروض أكون ناشحة. لحتى أقدر حط خطة ناشحة. وحقق هذه الخطة الناشحة. ستاب باي ستاب. لأوصل أني حقق هدفي. إذا أنا جاي وورتيني فشل. صعب كثير أني أوصل له. وهو في شغلة كمان كثير مهمة. اسمها ريزيليانس. ما بعض شو بيتجمع بالعربي. ريزيليانس هي قدرة الشخص على التعاطي مع صدمات الحياة. ومع صعوبات الحياة. ممكن كون أنا وورتيني فشل. بس عندي ريزيليانس عالية. بتخليني أتخطى هذا الفشل. وانجح بالخطة التي حطتها. ووصل للأهداف التي حطتها. ننجح بالحياة. تبقى الإمكانية قائمة. حتى لو الإنسان يرث بعض مورثات الفشل. تبقى الإمكانية قائمة. أنه يتخطى. ويحسن نوعية الحياة لديه. الشرط الأساسي. شرط الأساسي. لأي إنسان. كل إنسان لديه رغبة بأنه يحسن نوعية حياته. بكل الأحوال. بدنا نشتغل على هذا الموضوع. عرفت كيف؟ يعني ما فينا نحكي حكي. هلأ. لما يكون عندنا. يمكن أنا طلعت برات الموضوع الحلقة. وخلص وقت. وعندما يكوني الأحوال بدنا. لما كون أنا موجوعة كثير نفسيا. مفهوض أطلع من الوجع النفسي طبعي. لا قدير أمشي بحياتي. مضبوط أولاء. هلأ. نحن بالتحليل النفسي. منقيس بمطرح قلت كيف منقيس التأقلم طبعنا أو كيف منقيس رياحتنا بالحياة. نحن منقيس نجاحنا بالحياة على خمس محاول. محور الصحي إذا صحي حتنا منيحة. معنيتنا نحن متأقلمين وجايدين. المحور العلائقي العاطفي. يعني إذا أنا مجوزة ومرتاحة وإكسترا. محور الاجتماعي إذا أنا صدقات منظهر منتسلة بيكون كثير منيح. أكيد المحور الاضطرابات النفسية. نعم. والبرودكتفتي. مش تحقيق الزل. قديش أنا منتجة. يعني أنا كتلميذة عم بنجح. أو إذا أنا عم بشتغل عم بنجح بشغل. كل الشكر والتقدير. الإنتاجية. إذا هول الخمسة زبتين. بيكون وضعنا كثير منيح. يارب. إن شاء الله يكون بها السنة. هذه سنة خير على الجميع. شكرا لحضرتك دكتورة المعالجة النفسية. الأستاذة الجميعية. الدكتورة تيريز وارد. نشكر حضرتك معنا بالستوديو. ونشكر من تونس. أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية. الدكتور عبدالستار السحباني. ونجدد طبعا المعايضة لكم مشاهدينا كل عام. وإنتوا بخير. إن شاء الله تكون هذه السنة. سنة مش بس فيها السلام على عموم العالم العربي. بل بالعكس أيضا تكون سنة لتحقيق التطلعات وتحقيق الأمنيات. كل الشكر وإلى اللقاء. ترجمة نانسي قنقر